بعد شهرين تقريباً من تعليق الفريق الحكومي عمله في لجنة مراقبة تنفيذ عملية إعادة الانتشار في الحديدة احتجاجاً على عدم إشراكه في التحقق من صدقية انسحاب ميليشيا الحوتي من ميناء الصليف ورأس عيسى يتهيأ الفريق الحكومي مجدداً للسئناف دوره مع الجنرال لوليسجارد يأتي ذلك بعد جمود شهدته العلاقة بين الشرعية والمبعوث الأممي مارتين غريفث الذي اتهمته الحكومة رسمياً بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح واتباع سياسة تطيل من أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني وبسبب تعاطيه مع خطوات الحوثيين الأحادية وجه الرئيس هادي أعضاء الفريق الحكومي بالتعاون مع الجنرال لوليسجارد لتحريك ملف الحديدة بعد توفر ضمانات من الأمم المتحدة بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة من جهته طلب غريفث من الحكومة تقديم تصور جديد لآلية إعادة الانتشار لدراستها وإجراء مشاورات بشأنها وذلك خلال اللقاء نائب الرئيس الفريق علي محسن في الرياض لكن التساؤل الأهم يتعلق بجدول السيناف في ظل ما يمكن وصفه بلا مبالاة الحوثيين بأي التزامات جرت في السويد إذ لا يمر يوم دون أن تشهد جبهة الساحل خروقات سواء باستهداف المدنيين في حيث والتحيط بالقذائف أو بالألغام التي تفتك بالعابرين ناهيك عن الهجمات اليومية على مواقع القوات الحكومية المرابطة في مدينة الحديدة ثمت معلومات تفيد بأن الحوثيين منذ انتفاق ستوكولم استقدموا آلاف المقاتلين إلى الحديدة تحت غطاء الهدنة إضافة إلى تغلغ لأكثر في أوصال المدينة المكتبة وحفر شبكات واسعة من الخنادق وتفخيخ المنازل والطرقات الواقعة في الأطراف